فتبون والجنرالات اللي معاه والمستشارين ما يقبلوش بعجي نهائياً ولا يريدونه لأنه يقول مكان السجن فهو فاسد مثل المفسدين وهذه أنا لا أستبعدها فكله مفسدين في الحقيقة فقط اللي في السلطة ما يدخلوش واللي يخسر السلطة يدخل السجن هذه هي الحقيقة ما يقضيت لأنه متزوج مغربية والانصيب مغربي كلها كلام فارغ وهذه حتى في القانون ما كاش قانون يقول لك لازم ما تتزوج كان كاين قانون زمان لما جيت ندخل لما جيت نتزوج في ال91 كان لازم نعمر وثيقة طويلة وعريضة علاه قال لك باش يشوفوا زوجتك شكون أصلها شكون باباها شكون خوها شكون عمها إلى آخره عمرنا الوثيقة وبعدنا ننتظر وطولت شوية الوثيقة كان عندي صديق تصلت به قطلوا راي طولت الوثيقة يعني كاش ما كاين مشكل والله قال لي ما كاش مشكل لكن مرات يحبوا يطولوا باش كيلة ده كنت مستعجل ولا لازم كاش ما تمد يعني قطلوا مش نحن مد ولا شيء قطلوا بصحراني راح نخرج هذا الكلام كان في أكتوبر نهاية سبتمبر بداية أكتوبر 91 قطلوا على الأرجح راح راح نخرج في أول نوفمبر ونبوست وراني نحن ماذا بيا ندير العرس نتاعي وناخذ زوجة تاعي معايا في هذا التاريخ باش ما نعودش نرجع لاني أصلا لا أريد أن رايح جاي ثم الموضوع وبعدين زوجتي يعني كانت في بداية دراستها الجامعية ومعروفين أباها قطلوا جيب لي انتفقت الخبر هل هناك مشكل مع والديها أو أعمامها قال لي لان فيش مشكل راح جاب قال لي لان فيش مشكل وقال لي خلاص راح ويجيك الموافقة أنا دبلوماسي في بداية شغلي ضربت شهرين والله وانا استنى في الوثيقة وكان لازم يدخل صديق باش يسرع باش يجيني الوثيقة بسرعة مرأة جزائرية مولودة في الجزائر في العاصمة والديها معروفين ما عندهم شي اشكال ما همش قال حركة مانيش عارف قاتل لما قلت له وشلو قال يشوفوا لكاش الوالد كان تاح أخدم مع فرنسا مانيش عارف اوكي شفتوا تبين لكم كل شي مكنش مع ذلك عطلوا وهوما أنا كنت أعرف وكنت في وزارة الخارجية أنه كانوا مدرعمون متزوجين أجنبيات قانون يمنع القانون يمنع تزوج بأجنبيات بالنسبة لديبلوماسيين وبالنسبة للأجهزة المسلحة جيش شرطة دركي لآخرة يمنع قانون يمنع بينما كبار المسؤولين متزوجين جزء أساسي منهم متزوجين بأجنبيات ما يطبقش القانون على كبار المسؤولين والقانون المفروض يمنع تزوج بالأجنبيات بالنسبة للديبلوماسيين لكن يطبق على الديبلوماسيين الشباب واللي ما عندهمش طبعا معارف وما عندهمش ولولا أن هذا الصديق بذل جهد باش يجيب الوثيقة خطي قلت له أنا مش مستعد ندفع سنتيم واحد أنا موضوع الرشوة هذا عمر إلى مشيت فيه وعمر إلى نمشي فيه قلت له لكن نحن يعطلوني فقط فقام بجهد إضافي وجاب لي الملف قبل حوالي خمس أيام أو وكان الموضوع عقد الزواج في 28 أكتوبر أعتقد وكانت كان الزواج حد ذاته في إيلة أول نبومبر فبشي وريلك فقط هذا موضوع ليس هناك قانون يمنع رئيس حزب أو أمين عام حزب من التزوج لا بمغربية ولا بتونسية ولو كان يجوا يطبقوا هذا القانون ربحهم والله نصف المسؤولين يجيبهم بره لأنهم تزوجين بأجنبيات بل أن خرجت قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات قائمة فيها حوالي خمسين ألف جزائري مسؤول أو كان مسؤول حاصل على الجنسية الفرنسية وهما يقولوا لا ممنوع ممنوع وشفنا ذاك الوقت دستور أويحيا لما منع على الجزائريين إذا موش متواجدين لمدة عشر سنوات في البلاد ولازم تكون عندهم الجنسية الجزائرية فقط أن يترشحوا إلى مناصب بينما كانت الحكومة في آن ذاك تقريبا نصفها يأما عندهم جنسية مزدوجة يأما مزوجين بأجنبيات قانون ظالم قوانينهم هي قوانين تطبق فقط على المستضعفين وعلى البسطة من الناس إذن هذه معركة بين جناحين على من يضع أتباعه وأذنابه داخل الأفلان لأن الأفلان سيحتاجوه المرجح جدا أن تبون ليس سيطول وبالتالي لما يطيحوا تبون لازم يجيبوا واحد ربما عن طريق الأفلان